نبدأ بمنقشة فقرات هذا المجهز والبداية بطبيعة الحال نوفل وإيشام ستكون بلائحة 26 لعب التي أعلنها المدرب والناخب الوطني أغفي غوناغ 20 لعب هذه اللائحة لا تختلف كثيرا عن لائحة لعبين التي شاركت في مباراة مالي والقابون الأخيرتين تنظر بأن الناخب الوطني اعتمد على الجاهزية اللهم يستثنينا يعني استدعاء لعبين مصابين لحد الساعة وبدأ في التدريب اليوم اللاعب المرابط اللاعب العاطية فيما يخص حراس المرمى أعتقد بأن التولاتي يلعبون أساسيون المحمدي عادة رسمية في مباراة الكأس والليقاء بونوا لعب مباراة كبيرة ضد فريق ريال مدريد وتقناوتي في فريق تحالطانجا كحارس أساسي ممكن الغيابات اللي كانت جراء إصابات هي اللاعب داكوستا، اللاعب طانان، اللاعب أيت بن ناصر، اللاعب كذلك ونجم ومحدث ونجم واللاعب بحدث ولكن كان أعتقد بأن عودة بوفال لأنه تعاملق مع فريقه في الدورات الأخيرة وقتالي أصبح نجما تم استدعائه ممكن أتساءل لماذا لم يتم استدعاء اللاعب أزارو لأن أزارو متعلقة حسب رأيي الشخصي مع فريق الأهل المصري فأنتمنى إن شاء الله اللاعبين المصابين يرجعوا إن شاء الله يكون جايزة ديالهم ونتمنى إن شاء الله أن الناخب الوطني يلقى التوليفة لغاية يلعب بها مباراة العمر تأهل لكأس العالم الروسي إن شاء الله أبرز اسم نوفل لعله هو اسم أشرف بن شرقي الذي تألق مؤخرا رفقة فريق الودادة البيضاء أكيد يعني كان من المنتظر أن يدعو هيرفي رونار أشرف بن شرقي في لائحة المنتخب الوطني خاصة بأن هيرفي رونار يعني تعودنا مؤخرا على متابعة عدد كبير جدا من اللاعبين المحلين نشاهده في مباريات البطولة نشاهده في مباريات دوري الأبطال وأكثر من مرة كان حاضرا ويتابعا قرب سواء الفتح الرباطي أو حتى نادي الودادة البيضاء فتألق من شرقي أربعة أهداف في غضون عشرة أيام أمام من؟ أمام اتحاد العاصمة الجزائري وأمام الأهل المصري فكان لابد من أن يكون متواجدا في التشكيلة وإذا علمنا أن هناك إصابة البوحدوز وإذا علمنا أيضا أنه خط هجوم المنتخب الوطني يعني ما قبل حتى كاس المهم الأفريقية لم يستقر هيرفي رونار على تشكيلة ثابتة على مهاجم ثابت نتابعه ونشاهده على أنه هو هدف أسوة لاطلس كما كان مثلا على أيام إيريك قيرتس كان مروان الشماخ كان هو هدف المنتخب الوطني مهاجم صريح مهاجم صريح الكل يعلم بأنه يعني مهاجم المنتخب سيكون في مباراة كذا وكذا هو مروان الشماخ اليوم نجد دائما بدائل وقد رأينا رشيد العليوي تارة شردنا خالد بو طيب تارة وكل كان يتساءل يقول بوحدوز حتى استدعاءه إذا تذكرتم معي قبل كاس المهم الأفريقية جاء قبل عشر تيام ومحدشار يوم فالكل في سانت باولي الألماني إيش حلم ماركي كيف إيش غيجيبه مع بنية جسمانية جيدة ولكن ما عارفينه إيش ما نستجمش مع الدريري غامر به ولعبه أساسي إلى درجة أننا وصلنا إلى أن يوسف العربي أصبح الخيار الثالث بل تحول فيما بعد إلى خيار رابع ولم يلعب مع هيرفيرونار أعتقد بأنه استدعاء أشرف بن شرقي منطقي ديبالة المغرب ولو كيسموه البوغوس من المغرب الفاسي تألق استمر وظهر بشكل أكبر مع نادي الوداد البيضاوي فتلو يلا سمكتين أوفل بين قوسين فتلو تألق رفقات المنتخب محليين وأيضا قبل ذلك رفقات المنتخب تحت 23 عام لم نشاهد هذه المنتخبات بسام تدنوا من لقب وبالتالي لم يكن هناك أضواء مسلطة على أشرف بن شرقي ولكن اليوم نشاهده يقود الوداد لكي يتوش بلقب عصبة الأبطال بإذن الله للمرة الثانية في تاريخ هذا الفريق بأداء أبهر الجميع صراحة خاصة في مباراة اتحاد العاصمة ومات لها مباراة الأهل المصري هناك في الإسكندرية استدعاء في محله ولكن لا يستبشر الجمهور وعشاق بن شرقي كثيرا بأنه سيشارك بشكل رسمي أعتقد بأن هيرف رونار يقوم بسياسته وستراتيجيته التي كان قد اتبعها فيما قبل ولقي انتقادات وسأشبه استدعاء بن شرقي لأنه مباراة حاسم وفاصل لن يغامر بالشيء الكثير سأشبهه هشام بمحين استدعاء أشرف حكيمي واستدعاء حمزة منديل ومشاو معنا الرأس الأخضر وكل شيء ينتقد وكل شيء يقول لك ملوى دا حماق يلعب في الفريق الثاني لريال مدريد ومستدعيه باقي صغير وما غير لعبوش وده معها المباراة حاسمة مع الرأس الأخضر الكل كان يتساءل اليوم نرى أشرف حكيمي يعني إذا رونار لا يفهم في كرة القدم زيدا كيف هم نرىها بديل لكرفخة الأول بل أنه يعني يحتل المركز أفضل منه من ناتشو كيدخل إذن هناك رؤية ربما لهذا المدرب فأعتقد أنه حتى أن كان بن شرقي لن يلعب مثلا مباراة كودفور ولا يعني نستعجل قرارات المدرب ولكن فقط إشراكم مع المنتخب الوطني أن يكون في هذا المعسكر الحاسم هناك في الرباط وأيضا في الكودفور قبل موقعة أبجان بالنسبة لللاعب ستكون إضافة كبيرة جدا في منافسة قرية منافسة إفريقية وأيضا منافسة من الطراز العلي أيضا ممكن تخدم المنتخب المغريبي أول بن شرقي كوفي أعلم جهود الذي يبدو له طيلات المسار مع فريق الويدات البيضاء بداية التألق كما قال الأخ نوفل كانت في دورة تورون بفرنسا وهناك متابعة بن شرقي من أندية فرنسية من ذلك الوقت الآن مع الويدات تألق بشكل كبير تكلم عند منديل منديل لعب فقط خمس دقائق وتورد في خمس دقائق وليست له الجاهزية ولكن أعتقد أن مشكلة فريق الوطني المغربي هو في الظاهر الأيصر إذا نحن لعب حاكمي سيكون ظاهر أيصر ولكن لا بد من بديل فتم استدعاء لعب منديل أعتقد كذلك اللاعب الجديد لعب حجامي حجامي يلعب أساسي في نادي أميان لعب اللي يلعب بشكل رسمي صعد أبو الفريق من قسم وطني الثاني قسم وطني الأول قبل سلسين كان يلعب في القسم الثاني أداء متميز وكان ظن بأنه يبحث عن قطع غيار خصوصا في وسط الميدا لأن المباراة تكون معركة تكتيكية خصوصا في وسط الميدا رونار سيغامر بإدخاء حجام دون مباراة ودية لا ليس بالرسمي بديل بديل محتمل في الاستحقاقات المقبلة حال السمرار إصابة بنعطية ولكن لا تنسى أن هناك زهر فضال أيضا في قائمة خط دفاع المنتخب الوطني قد يدم استدعاءه في حال لقدر الله لم يستدعيه لم يستدعيه ولكن في اللائحة الاحتياطية ممكن استدعاءه لتعويض لعب لأنه قدم اعتداره للناخب الوطني كان هناك مشكل بسيط بين القوسين كان هناك تواصل بين رونار وفضال اليوم فضال يعني بدأ يعود لتداريب فريقه شيئا فشيئا فبالتالي إذا ما كانت هناك إصابات لقدر الله على مستوى خط الدفاع فإن رونار قد يلجأ لزهر فضال ويكون في لأي حالة ياري سامت على لعب جديد كأحجام صعب بمكان كما قلنا قبل سنتين كان لعب التاسم الثريس الفرنسي وموجود بضربانون هات سنة لعب 8 مباراة رفقات فريق أميا سجل هدف واحد لكن المشكلة أنه في 8 مباراة تلقى 3 بطاقة صفرار نعم بسام ولكن اليوم نحن لن نتحدث عن من يوجد في اللائحة فهو سيلعب لا نحن نقول هذه لائحة موسعة لكن هناك مشكل في خط دفاع نعم هناك مشكل في خط دفاع غياب داكوستا لمازال الإصابة وقد يشكل أرق بالنسبة لهيرفيرونار ولذلك تم استدعاء اللاعب بنون والياميق الاثنين معا لأنهما لاعبان أساسيا في الفريق ولعند تخل مكان مرعطي جيد والآن يوزر رونار قبل أن نصل لهذه المشكلة أنك تعاني من مشاكل على مستوى خط الهجوم وخط الدفاع بأنك خلقت بداء المحتملة هذه البداء المحتملة قد تنالي الأساسية وقد تكون في امتحان صعب أمام الكود ديفوار من أجل التألق والإبداع ولكن على العموم نقول بأن اليوم المنتخب الوطني لن يجري تغييرات جذرية على تشكيل الأساسية التي ستأخذ لقاء الكود ديفوار والعناصر الحاضرة منها ما هو الاستئناس ونحن لا نبخص اليوم لابن شرقي ولا اللاعبين الآخرين ولا حتى أحجام الذي قدم ولكن نقول بأنه عناصر قد تستأنس مع المنتخب الوطني لقادم المنافسات النظر الغيابات التي تحدثنا عليها مقارنة مع تشكيل الماضية ست غيابات إذن فين يمكن يلقى إغفيرونار مشاكل في أي خطوط بالضبط؟ أنا أعتقد أنه سيجد مشاكل لأن اللاعبين الأساسيين كلهم موجودين هذه الغيابات لم يكن أساسيا في الفريق الوطني المغربي أنا أعتقد أن الهم الكبير هو أنه المنتخب المغربي الوحيد في العالم الذي لا يستقبل أي هدف المنافسات الإفريقية فأنتمنى إن شاء الله رحمه 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 هذه اللحمة تكون حاضرة يعني الأساسيين موجودين أنا ما أتمنى هو عودة اللاعب المربط اللاعب بنعطية للتشكيل الأساسي لأنهم ضور فعال داخل تركيب البشرية الفريق الوطني نتحدث عليها قبل طي ملف منتخب المغربي نوفل هي مشكلة الملعب هناك تقرير من باتريس بوميل الأسيستان ديال درغوماخ كان مرفقات الكولوني الكحل هناك بأبي جون قال أن حالة الملعب أرضية الملعب كارثية قد تتسبب في إصابات للاعب المنتخب المغربي شوف يعني إذا أردت أن تتحدث معي عن أرضية الملعب التي فقط كنت حاضر فيها مع المنتخب الوطني حدث ولا حرش أرضية الرأس الأخضر أرضية غير طبيعية يعني إنجيل استناعي ومع ذلك تأقلم اللاعبين وتمكننا من تحقيق الانتصار هناك أرضية ملعب أويام كارثية بكل ما تحمل الكلمة من عنا بسا ذهبنا لأرضية أكثر منها سوءا وتعلق الأمر بفرانس بي بورجون تعفوا في مواجهة المنتخب المصري فالمنتخب الوطني تعود على إجراء مبارياته في ظروف أفريقية خالصة 100% اليوم أعتقد بأن الجهاز الإداري ويحسب للجامعة ذهاب ليس فقط الكولوني لك حل اللي يمثل الأمور الإدارية ولكن ذهاب أيضا إنسان تقني وفني ويتعلق الأمر بباترس بوميل لعداد تقرير مكثف منه ربما يستنتج هيرفيرونار حتى انعكاس الأرضية الميدان على هداء اللاعبين وبالتالي هذا ما يدفع ربما لبعض التغييرات على مستوى الخطة التقنية أو حتى على المستوى الخطة أو التشكيل البشرية ترجمة نانسي قنقر